ترجمة نانسي قنقر أتقدم بالإصالة عن نفسي ونيابة عن منتسب الإدارة العامة للدفاع المدني بالتهاني والتبركات إلى سيدي معالي وزير الداخلية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني وأتوجه بالشكل الجزيل لجميع منتسب الإدارة العامة للدفاع المدني على الجهود المبدولة في تحقيق الأهداف المرجوة لرفعة مملكة البحرين أغرت منظمة الدولية لحماية المدنية شعار التقنيات المبتكرة في خدمة الدفاع المدني ويهدف الشعار إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الدفاع المدني وتسخيلها للجاهزية الأمنية لتقليل المخاطر في الحالات الطارئة تم تدشين منصة وطنية الحماية المدنية وتطبيق النظام حجز المواعيد الإلكترونية لخدمات مقدمة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني كما تم استحداث خدمة تبليغ الإلكتروني لتسليم تغارير حوالث الحريق ومن ضمن الخدمات التي تم استحداثها مركز خدمة الدفاع المدني بالمجمع الأمن بالمحرق الذي تم تدشينه في الثامن من أكتوبر عام 2023 بهدف إضاح نسب تقدم في الإنجاز والأثر من ذلك ويعمل مركز الخدمة التابع للإدارة العامة للدفاع المدني بعدة أنظمة وهي النظام الداخلي لاستقبال المعاملات نظام مواعيد لتنظيم الخدمة المقدمة من قبل العملاء من خلال تقديم خدمة الدورات التدريبية والمخاططات الهندسية عمليات إخلاء المباني والمنشآت بالإضافة إلى خدمة كبار الصن وذوي الهمم خدمة ذاتية ونظام CFS الخاص بالأمور المالية نعم سعدة العميد هذه المناسبة تأتي بالتزامن مع استضافة مملكة البحرين لسبقات الفورميلا ون ما هي استعدادات غرفة العمليات والإجراءات الأمنية داخل حلبة البحرين الدولية خلال هذه الفترة بالطبع دائما ما نستحضر توجيهات الاستراتيجية من قبل سيدي معاني وزير الداخلية وسيدي رئيس الأمن العام في أهمية الحفاظ على الأداء المتميز الذي يعكس على الإحساس بالمسؤولية الوطنية والاستمرار بالجهود المبذول لتطوير الدفاع المدني ومكاوة تطور تكنولوجي في خدمة الدفاع المدني حيث أن الدفاع المدني ألعب دورا أساسيا في الحد من الخسار في الأرواح والممتلكات وفي كافة الظروف وقد أثبتت التجارب أن العناية والاهتمام بأجلسة الدفاع المدني يجعل منها سدا منيعا في مجابهة مختلف الظروف والأحوال سواء في حالات الكوارث أو الحوارث الكبرى وتعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على مواكبة كل ما هو حديث وجديد في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية وذلك للارتغاء بالأداء الإدارة وتقديم أفضل خدمات المواطنين والمغيمين حيث أنه تم استحداث سطور مزود بأنظمة ومعدات حديثة تسهم في الإنغاث ومقافات الحريق وفي وقت قياسي كما تم استحداث تغنيات ونظم المعلومات من قبل قرفة العمليات والإدارة العامة واستحداث وتطبيق نظم المعلومات GSS نعم سعدة العام يدرك انطيار علي محمد الكبيسي مدير عامل إدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك